السلام عليكم المشاهدين كديرين بخير لبس عليكم تمنى هذا الفيديو إن شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير اليوم إن شاء الله نصعبوا لها سستومات ديالبيتزا خاصة بالبيتزا كجيزوينة وكننا نقدروا نحتفظوا بها بزا في التلاجة إن شاء الله بسم الله الطريقة إن شاء الله كنشدو ماتيشا كنقسموها على جوج ومن بعد كنقسموها يعني قائقها بحالك داي على مربعات أولا المهم ماتيشا غين نقطعها وصافي الطيب حيث ما زال غضي تطحن إن شاء الله في التحانة ديال ماتيشا سافي وغضي نقطعها بالجلدة ديالها ما غندروهاش ما نحيدوش لهالجلدة حيث غضي الطيب بالجلدة لغي هي خصت تغسل مزيان ده بس في إن شاء الله حنا قطعنا هاد يعني هاد ماتيشا ممكن ممكن ديرو غير القياس ممكن ديرو بزاف وتخزنوه ماشي مشكل آآ سافي ديبان احنا قطعنا هي هادي ماتيشا ديالنا إن شاء الله غضي نديرو راس معلقة ديال البزار غيش شوية ديالبزار باش ما تجيش حارة ونديرو الزعتر الزعتر كيخليها كيخلي المدق مزيان ومكدرش ما تشاف يعني مكدرناش ونديرو شوية ديال الملحة يادين ديرو شوية ديالزيت العود ما كنديروش فيها الربيع لأن الربيع كيخسرها إلا بقاس في ربيع أو التومة كيخسرها في التلاجة هغي هادي وحيث هي كت ورقة ديال الموساتة هي هي هادي هنديروها حيث هاد شي كيبقى يعني شاب زوينة منسيمة وكتبقى مزيانة كتبقى يعني كتحاف تحت على السوستومات يسا في هدا غضي نردوها إن شاء الله طيب ومن بعد إن شاء الله غي كيما هي كت طيب وحنا كنا نقلبوها باش ما تشهد الحك هي خسنا نديرو معلقة هي هادي نزيدوها شوية ديال الماء نزيدوها شوية ديال الماء غير نسكس ديال الماء نزيدوها باش ما تحركش لنا ما تشهدات ونردوها الطيب ونقسو عليها وهي غيرها غاد نقسو عليها غاد تلقى الماء سافيها بحلقة غادي الطيب مرة مرة slate نحركها غاد طيب في حالكاً تقيلة ما نخلوش فيها الماء بزاف غاد جينا غي بحلقة تقيلة باش النطيب واحت تنشف ما يبقاش فيها الماء ومن بعد ان شاء الله غضي نطحنوها وغضي تشوفوا النتيجة يعني في الخرزوينا وكتبقى حتى زحية سافي هي هذي غن ديروها فتحانة هذي ضروري خسكم ديروها فتحانة لان ما يمكنش عندها الجلدة هذيك الجلدة ما خصاش تمشي لنا مع لاصوس طومت ضروري خسنا نطحنوها تبقى غزرعة والجلدة هنا يا ولاصوس كلها غضي تنزل وقعدك شي اللي بحل الأعشاب المونسي ما لقدرنا أكل شاديك شي خسنا نطحنوها هذي ضروري خسكم عندنا في الدار الضحانة نمشاهدين لان درورية هي وخاكين ديال الدولة شي حاجلا هذي كتنفع بزاف سافي احنا غن نطحنوها حتى ما يبقاش لنا هذيك يعني هذيك ماتيشة الفوق غيبقى لنا غزرها كما قلت لكم وجلدة ماتيشة ونستمر بحركة حتى نطحنوها كاملة سافي سهل بصراحة هي سهلة بزاف وممكن يعني الواحد يحتفظ بها أنا دا بعطيتكم هتا طريقة دلاصوس عادا نعطيكم لبات ديالبيزا وعادا نعطيكم يعني البيزا هذي مراحل حيث ما يمكنش الفيديو غايجيكم طويل بزاف لو ما نعطيكم مراحل ومن بعد عادا نعطيكم البيزا كيفاش كتتعمروا كل شي انتم ما دا بغي تتبعوا الفيديو غادي تمشيوا بالمراحل حتى تسولوا اللي تديروها لراسكم سافي هي هذي يعني ماتشة ديالنا موجودة أنا دلت القياس اللي غاستعمل يعني هذي كان القدر هذي دا بكن دهنوا بها لابات المهم غتشوفوا المراحل في لابات ديالبيزا ان شاء الله هذي الفيديو غايتتبعوا لابات ديالبيزا غايتشوفوا كيفاش كدار تعادة تبعوا ثاني البيزا كيفاش كتتعمر هو هذا لاصوس ديالنا ممكن نحافظوا يعني نخليوها في تلاجة ما يوقع لها والو سافيوك نخليوها وفق ما بغيناها نجبدوها اولا ندلوها تفل لكون جيلاتونا نبغيناها بزاف مدة كبيرة سافيو من بعد دابا غادينا نخليوها تتفرد وندلوها في شي تنجرة اولا في شي سوبيرة وندخلوها لتلاجة يعني تبقى في ما بغيناها نجبدوها ايوان تمنى المشاهدين ما تنسوش ليه جيم المشاهدين ما تنسوش جيم وابوني وبرتاجيو مع الحباب هذي في صراحة مفيد ماشي شي حاجة يعني هاد شي ممكن اي سيدة يديرو فطار وتنفع بها حتى الوليدات كي يأكلوا شي حاجة صحية ومزيانة ايوان سافي دابا مني عاد تفرد نديروها كي ما قلت لكم في شي سوبيرة اولا في تنجرة سافيونا نخليوها نخليوها في تلاجة فقما بغيناها كي ما قلت لكم نجبدوها هذي هي لسوس طومات ايوان سمنا تعجبكم ان شاء الله وتجربوها غادي تعجبكم بزاف سافي انا دابا قدرتها في تنجرة عندي صغيرة وقد ندير لها السلوفة نقضي وخاكين تنجرة قضي نقطيها سافي نشوفكم ان شاء الله المشاهدين احنا سافي رسالينا لصوص الطومات قاعد نشوفكم في لاباة ديالبيزا ان شاء الله الفيديو الجاي مع السلامة